قد تقول أداب قضاء الحاجة أداب وليست يعني محرمة والقاعدة التي ذكرها أهل العلم أن الأصل فيما كان من الآداب أن الأوامر فيها للاستحباب وهذه قاعدة فيها نظر وتكلم عليها بعض أهل العلم والحديث التالي يبين لنا أن هذه الآداب التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم فأمر ونهى فيها إنها تؤدي الإخلال فيها يؤدي إلى العذاب فقد نقل المؤلف رحمة الله عليه عن ابن عباس رضي الله عنهم قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنا هما لا يعذبان وما يعذبان في كبير يعني كثير من الناس يعتبر هذا ليس بكبير يعني أمر كبير ومستحب قال أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة النبي صلى الله عليه وسلم رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا لما فعلت هذا يا رسول الله فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا متفق عليه في بعض الألفاظ خارج الصحيحين لعله يخفف عنهما بشفاعتي ما لم ييبسا الشاهد من هذا الحديث وجوب التنزه والتطهر من النجاسة لا يجوز أن تستهين بهذه النجاسة ولا قطرات البول التي تخرج من الذكر ولا قطرات تخرج من فرج المرأة هذه الأمور يجب التحرز منها لكن لا يصل الحال إلى الوسوسة فيكون دائما المرء أغلا باله بما قد يخرج فيتطهر احتياطا ويتطهر احتياطا حتى يصل به الحال إلى الوسوسة فلا تكاد تجده يخرج من الخلاء أو من الحمام وهو يستنجي إلا بعد قضاء قرابة الساعة أو الساعتين كما هو مشاهد أو أكثر ربما لأن هذه الوسوسة أفسدت عليه هذه العبادة لا سأولي عليك بعد قضاء الحاجة تغسل ذكرك تتوضأ وربما جاء في بعض الأحاديث أنه يرش على ذكره بعد الوضوء وكل ذلك ليقطع دابر الشيطان الأمر الثاني الذي يستهين به كثير من الناس النميمة وهي نقل الأحاديث فيما بين الناس على وجه الإفساد لا على وجه الإصلاح فيأتي ويقول فلان ألم تسمع هذا إيش يقول وهذا إيش يقول وهذا إيش يقول يمشي على ذلك هذا من أعظم أسباب عذاب القبر وفي الحديث أيضا إثبات عذاب القبر خلافا لما يصنع مثل علي منصور كيالي ونحوهم من هؤلاء اليوم الذين وجدوا في وسائل التواصل اليوم فسحة لأن يعلنوا عن هذه المذاهب الباطلة الأقلانية التي لم يكن عليها أهل السنة ولا الصحابة رضوان الله عليهم يجب أن تحارب هذه العقائد هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في هذا الحديث وغيرها من الأحاديث أحاديث كثيرة بلغت رتبة التواتر في نقل عذاب القبر هذه عقيدة عند أهل السنة ولم ينكرها إلا المعتزلة نسأل الله عز وجل العفو والعافية بقي الأمر الأخير هل يسن أن توضع جريد على القبور اليوم كما يصنع كثير من الناس يزرعون الزرع ويضعون الورود على هذه القبور بحجة أنها تخفف عن عذاب صاحب القبر والصواب أن هذا أمر توقيفي ولفظ الحديث الذي ذكرناه أنه لعله يخفف عنهما بشفاعته فهذا يعني أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وبدلالة أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يصنعوا ذلك ولم نجد أنهم فعلوا ذلك بقبور البقيع فهذا هو السنة أما غير ذلك وإن نص عليه بعض العلماء الأفاضل لعله غاب عنه لعله لم يتنبه لعله تبع في ذلك غيره نقول عذره أمام الله عز وجل أما نحن فالواجب علينا أن نعمل بالسنة وأن لا نبتكر بعض الأعمال التي لم يصنعها الصحابة رضوان الله عليه وبهذا ينتهي باب الاستطابة الباب القادم باب السواك نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد